موسيقى مشاهدينا مشاهدي كارما في كل العالم اهلا بكم انا متجدد مع ماورا الأحداث وحلقت النهاردة 1 ديسمبر 2017 شهر خلاص ونوضع عام 2017 بكل ما فيه ولكن نسمح لنا في البداية نهني حضراتكم نهني جميع المسلمين في كل العالم بمناسبة ذكرى المولد النبوي كانت احتفالات هذه المناسبة بالامس كان في مظاهر كثيرة كانت في الشوارع الحقيقة للاحتفالات وايضا في الجوامع لكن الصوفيين كان تم الاعلان ان هم كانوا لغوا الاحتفالات الرسمية او المظهر الاحتفالي بتاعهم لان طبعا حزنهم على ما حدث في مسجد الرودة كما تعلمون ايضا الرئيس السيسي كان في الاحتفالية اللي كانت بمناسبة المولد النبوي يوم الاربعاء الماضي يعني قبل اليوم نفسه كان له كلمة في بدايتها كان وقفت دقيقة حداد على ارواح شهداء مسجد الرودة وايضا في التهنئة هنأ الرئيس كل المسلمين وكل الدول العربية المسلمين في كل العالم بعيد حلول عيد المولد النبوي الشريف كما تبادل ايضا الرئيس السيسي برقية التهنئة مع ملوك رؤساء وامراء الدول العربية والاسلامية بمناسبة المولد النبوي كما اعرب الرئيس السيسي في برقياته لزعماء العرب والمسلمين عن اصدق واخلص تهني بهذه المناسبة دعينا الله ان يعيده عليهم وهم ينعمون بالصحة والسعادة وعلى كل الشعوب بسائر الشعوب العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات وطبعا كانت هناك تهنئة مصر والاحتفالية دي كان فيها ايضا دي احتفالية وزارة الاوقاف بالمولد النبوي وكان فيها كلمة لوزير الاوقاف وكلمة ايضا لشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب وفي خلال برضو هذه الكلمة كان من الحاجات المهمة اللي نوه عليها الرئيس السيسي هو تطوير وتجديد الخطاب الديني وحماية عقول ابناء مصر من الافكار المتطرفة التي لا يمكن ان يكون مسئولية جهة واحدة عنها ولكنها مسئولية الوطن ككل بكل اركانه واطيافه قدست البابا تودرس الحمد لله غادر المستشفى وطبعا في هذه المناسبات ايضا بتم ارسال من الكنائس كلها تهنئة لتهنئة للرئيس السيسي بناسبة الموند النبي ولكن احنا الحلقة اللي فاتت كنا قلنا على موضوع العملية والحمد لله تمت بنجاح وغادر قدست البابا تودرس المستشفى اللي تمت فيها العملية ومن المعروف انه هيقضي فترة اسبوعين نقاها مع بعض التدريبات الطبية اللازمة ودي هتكون برضو اثناء وجوده في ألمانيا يعود ان شاء الله يعني بعد كده يمكن اقل من اسبوعين ان شاء الله يعود الى مصر بالسلامة كمان في احتفالات الأسقف الشباب نيافة الأنبى موسى تحتفل الكنيسة بعيد ميلاد نيافة الأنبى موسى التسعة وسبعون وهو طبعا أسقف الشباب والملقب بأب الشباب هو له نشاطات كثيرة جدا مع الشباب في الكنيسة الأرثزوكسية وطبعا معروف ان هو أسقف الشباب من فترة طويلة الأنبى موسى كان عيد ميلاده بالأمس 30 نوفمبر ولد 30 نوفمبر عام 1938 وبدأ طريق الرهبانة عام 76 بدير البراموس فوادي النطرون وصيوم أسقفا للكنيسة في عام 1980 طبعا يعني الاحتفالات بعيد الميلاد الجديد أو الكريسمس بتبدأ يمكن من أواخر 11 الحقيقة وكما تعلمون حضراتكم بتكون فيه طبعا 25 ديسمبر هيكون الكريسمس في أوروبا وأمريكا والدول الأوروبية وبالنسبة لمصر هيكون في 7 يناير بدأت من دلوقتي بالنسبة للأوديس اللي بيترقصوا قدسة البابا في الكاتدرائية بدأ الإعلان عن الترتيبات لتخطية الفعليات عيد الميلاد القنوات والإعلاميين لازم الترتيبات تكون من بدري على شار خاطر يعني ده كتب على الصفحة الرسمية بعض الأمور المنظمة للترتيبات دي فالمتحدث باسم الكنيسة الأبو نابوليس حليم كان ذكر بأنه بالنسبة للتخطية احنا عايزين نساهل مهمة الصحفين والإعلاميين عشان يوم ليلة عيد الميلاد اللي هي بتكون مساء السبت هيكون 6 جناير فأيضا وتحدث عن تخطية الاستقبالات اللي هي تكون يوم العيد نفسه يوم الحد صباحا في المقر الباباوي كان من أهم الترتيبات دي أنه هيكون في استخراج تصريح للتخطية لكل حدث منفرد عن الآخر يعني هيطلع تصريح الليلة القداس بالليل وهيطلع تصريح تاني حتى لو نفس المكان اللي هيغطي يعني فهيبقى تصريحين مختلفين والحياة بتطلب الكنيسة أنه يتم تقديم طلب التخطية في شكل مجلد إلكتروني اللي هو الفولدر لكل من الحدثين على حدة ويكون فيه عنوان باسم الحدث يعني الليلة اللي هي القداس في الليلة أو التهنئة الصبح وكل ملف بيتضمن خطاب رسمي على ورق وبعض الأمور التانية المهمة جدا طبعا يعني يمكن مش أن أخوض فيها دلوقتي ولكنها موجودة على الصفحة الرسمية ودي برضو فيه إطار التنظيم اللي بتقوم بالكنيسة لحضور هذه الفعليات علشان حتى طبعا يكون دخول القنوات دخول سهل وطبعا برضو يتم تسجيل الإشراف الأمني أو المتابعة الأمنية زي ما أنتم عارفين طبعا لهذا الأحداث دايما أو يعني بالنسبة مع الأحداث اللي بتحصل في مصر لازم فعلية كده قداس عيد الميلاد بحضور أو يترقصه قداس البابا بالتأكيد بيكون فيه طبعا وجود أمني مكثف فإن شاء الله نتم تعاون القنوات مع الكنيسة لإصدار كل التصريحات لكل اللي هيحضره وكل اللي هيغطه القداس والتهنئة تاني يوم دونالد ترامب وزوجته احتفل بشكل خاص السنة دي الحقيقة بشكل جميل جدا طبعا إحنا عرضنا الحلقة اللي فاتت إزاي أنه كان فيه ترتيبات لزينة البيت الأبيض وكمان فيه الشجرة الكبيرة اللي هي زي ما أنتم شايفين كده قدام حضراتكم هذه الفعلية أنه احتفل ترامب وزوجته في حضور العديد من المسؤولين ومن الإدارة الأمريكية ومن بعض الحضور احتفلوا بإضاءة شجرة الكريسمس أمام البيت الأبيض في هذه الفعلية الجميلة كلمة الرئيس ترامب الحقيقة كان مركز وقال أن ده كان حلمنا أنه نيجي لما يجي أعياد ميلاد المخلص المسيح قال كده المخلص المسيح يعني أنه نقول ماري كريسمس مش هابي هوليديز ويعني دي كانت برضو حاجة عظيمة جدا ودي احتفلية في حد ذاتها أنه دي الوقت ده كله ده ده مش هوليديز ده كل الاحتفلات دي والأجازات دي علشان خاطر ميلاد المسيح إذن يجب أن يقول ماري كريسمس مش هابي هوليديز نشوف نسمع الجزء منه اشتركوا في مجلسات خاصة إنه يجب أن يكون مجلسات خاصة أنه مجلسات خاصة أنه أفعل الميلاد المسيح وأنها تجربة جدا أنه مجلسات خاصة أن يكون مجلسات خاصة For nearly a century through good times and bad, every president has taken part in this wonderful tradition, first started by President Gulich. But I was informed tonight that the weather we have is the best it's been. At the start of this very blessed season, we're thrilled to think of the people across the nation and all across the continents whose spirits are lifted by the miracle of Christmas. تحدث عن تاريخ الميلاد 2000 سنة وان احنا بنحتفل بعيد ميلاد المخلص يسوع المسيح الرب والمخلص يسوع المسيح فالحقيقة ممكن دي برضو حاجة عظيمة لانه ده المطلوب يا كل الاحتفالات دي وكل الامور اللي بتحصل وكل الزينة دي اللي بتحصل في كل العالم مش عشان اجازة الاجازة علشان خاطر عيد الميلاد الكريسمس فمش مفروض يعني ان احنا نقول هابي هوليديز او اجازة سعيدة من غير ما نقول انه هو ده الاساس ميري كريسمس اللي عشانه بتتاخد اجازات في العالم كله في هذا الوقت نيجي بقى للحاجات اللي بتعكر صفه الامور شوية وربنا يا رب كده ان شاء الله يعني يبطل مشورة الاشرار دول اللي هما كانوا مهددين وبالفعل حصل النهاردة كان في المانيا تم العصور على متفجرات داخل طرد في منطقة احتفالات بعياد الميلاد الشرطة الالمانية في مدينة بوتست دام قالت ان الجسم المشبوه اللي تم العصور عليه بالفعل بيحوي متفجرات ووسائل اعلام المانية قالت انه الشرطة اخلط السوق بالكامل السوق ده بيتم الاحتفال فيه بعياد الميلاد لوجود هذا الطرد المشبوه والحمد لله ابطاله مفعول هذا هذه المتفجرات ولكن دي بداية الحقيقة طبعا بتنم على يقظة كام شديدة جدا من الشرطة ودي حاجة جميلة ولكن واضح من انه التهديدات اللي هددوها لو تفتكروا حضراتكم كانوا عاملين تهديدات لالمانيا ولفرنسا وبريطانيا التهديدات احنا حتى عرضناها على حضراتكم بالثور من الزلين الثور وبابانويل وان احنا هنحول لكم عيد الميلاد الى الدماء فيا رب ان شاء الله يعني يكون في يقظة للشرطة في كل اماكن احتفالات عياد الميلاد في الدول التلات وفي كل العالم بإذن الله برضو في مصر يعني برضو معقول يعني بتهديدات داعش العالمية ومصر يعني ما يهددوش احنا قبل كده قبل حدوث التفجيرات اللي حصلت في الكنيسة المرقصية وكنيسة مارجيرجز بطانتا كان فيه صفحة اكتشفوا ان هي صفحة اسمها تحت الارض كانت قيلة بشفارات معينة عن التواريخ دي فالصفحة دي كانت قال انه ابضوا على المسؤولين عنها وا 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 فجئنا بانه يا جماعة الصفحة لسه موجودة دي بتهدد المسيحيين وبتهدد الكنيسة اسكندرية وبرضو مكتوبة بشفارات طب هي الصفحة دي ازاي لسه موجودة وكتبين صليب محروق هلال مكسور ونملك الارض ونحكمكم احصيناهم 33 درجة ارضيين سبع اكوان كل دي شفارات كل دي شفارات غريبة محدش فاهم عرشه تحت الهيكل جئنا من مشاغلنا متعبين سقينا انفسنا سقي الراحة العميق لكي نتحالب تسلط الاضواء عليكم ايها الاقباط ستجتأس نجتمع من اجل انتقاء الدماء منكم في يوم يعتقد فيه انه ميلاد المخلص سنشرب الدماء في كؤوس اسكندر والحافظة اسكندرية على شاطئها اللعين سوف نركس ونحتفل بانتصار الخادم سبعة برضو نفس حكاية الخادم سبعة دي اللي استخدموها يعني خادم سبعة دي الجهة المعينة اللي بتقوم يعني اللي احنا شفنا طبعا والمفروض قبضوا عليهم وكانوا من اينا والكلام ده كله المهم فكده بيقول لك هو بنحضر الخادم في مربح من الراحة تقريبا في سيارته لكي يمتعكم باليوم المجيد وردنات الساعة السانية عشر من ميلاد الناصري بصوت عالي من الخدام لاحتفال المجيد والبكاء والعويل قادم على الابواب فيعني والسيارة اللي انتوا شايفينها دي طبعا الناس في اسكندرية لا اخفي عليكم بسر ان هم حسوا انه اه يعني هم بيحددوا اسكندرية بالتحديد عرضنا الجزء ده مش عشان نقلق لكن عشان نصلي اكتر ان ربنا ان شاء الله يعني زي ما بنقول يبطل مشروطهم في كل العالم وان شاء الله يا رب تعدي على خير واعتقد ان دي برضو رسالة انه الامن يكون على اشده مش بس في اسكندرية طبعا في كل مكان يعني ربنا يحفظ شعبه ومش بيكون حاجة بتحصل غير بسماح من ربنا ولكن زي ما بنقول انه برضو نستاني قالك احنا لازم تكون كلنا مستعدين ما لهاش حل تاني الدنيا دي الوقت يكون لها والامور زي ما انتو شفتوا يعني الاحداث الارهابية تتطور لايه فالمفترض ان الكل يكون مستعد في اي لحظة انه ممكن تحصل اي حاجة ربنا يكون مع الجميع ويخلينا كلنا يا رب مستعدين وبذكر طبعا كنيسة ماري جيرجس والتفجيرات اللي حصلت في ابريل في يوم احد الزعف الكنيسة الحمد لله انتهت من اللمسات الاخيرة علشان يتم افتتاحها رسميا يوم اتنين اتناشر اللي هو يعني بكرة ان شاء الله ويصلوا فيها بقى الاحتفالات وركياك تسبحة كياك وعياد الميلاد وان شاء الله يا رب يكون كله على خير في كل كنيسة شايفين قد ايه فعلا يعني تم الترميم واللمسات الاخيرة ويعني خرجت الكنيسة ابها وجميلة كما يعني تعودنا عليها وصور الشهداء من غورة كمان في زي ما انتم شفتوها كده نرجع تاني لصورة الشهداء اللي موجودة على من اعلى كده في صور الكنيسة فطبعا يعني نشكر ربنا يعني واعتقد انه يعني الحمد لله كل الكنيس اللي كان حصل فيها تدمير الحمد لله في وقت بسيط يعني استعادت رونقها واحنا اقتربنا برضو من الاحتفالية الاولى بذكرى طبعا التفجير اللي حصل في كنيسة البوتروسية ربنا يكون مع أسر كل الشهداء وطبعا عمرهم ما بيتنسوا شهداء كان عيسنا كلهم على مدى العام ده كله يعني عمرهم ما بيتنسوا كان فيه برضو بعض الفعاليات بالنسبة طبعا سيامات وكهنة وشمامسة وفيه أماكن كثيرة كانت الكنيسة ماري مينا كانت تم فيها سيامة كاهن في لوس أنجلوس وبردو كان فيه كمان في كنيسة السيمي فالي اللي هي في منطقة السيمي فالي بكنيسة رئيس الملائكة ميخايل اللي برضو تم سيامة كاهن باسم القصة جورمايا للخدمة بذات الكنيسة كنيسة رئيس الملائكة ميخايل سيمي فالي ربنا يبارك في خدمتهم وطبعا برضو الشباب الجميل ده كنيستنا فعلا محتاجة والصور دي دي كانت في ماري مينا لكن أبونا الكاهنة رسم للملك ميخايل برضو زي ما بقول لكم أنه شباب في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كل الدول الأوروبية بيكونوا محتاجين شاب نتيجة الاختلاف والطبيعة والبيئة فيعني حلو جدا ونيافة الأنبا سرابيون رشيد خالص في الموضوع ده ربنا يبارك في خدمته نجي بقى هنتوقف عند الحدث الجلل اللي كان في مصر يوم الأربع مساء اللي طبعا يعني الأول حاجة الفريق أحمد شفيق أعلن عن ترشحه لرئاسة مصر والإعلان ده كان متصور في منزله ولكنه أعطى الفيديو لرويترز أول من أزاعت هذا الخبر كانت رويترز خلينا نشوف الفريق أحمد شفيق وهو بيعلن ترشحه للرئاسة وبعدين هنعرف إيه اللي كان بعد كده من أمور ألبة الموازين بشكل كبير بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي سادتي اسمحوا لي قبل أن أبدأ حديثي أن أتوجه بكل الأفلان والإمتنان لدولة الإمارات العربية قيادة بشعبا الذين استضافونا بكل الكرم في الأرض الطيبة أرض صاحب السمو الشيخ زايد رحمه الله فلم يشعروننا للحظة أننا خارج وطننا مصر سيداتي سادتي اسمي أحمد محمد شفيق من موليد حي مصر جديد بقائرة بدأت حياة العملية كالطيارات قتال بالقوات الجوية منذ عام 62 وحتى سنة 2001 حيث توليت منصب وزير الطيران المدني لمدة حوالي عشر سنوات بناء على مطالبة كريمة من الشعب المصري شرفت بالتقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية السابقة لعام 2012 ضمن الثلاثة المرشحة وقد حققت المركز الثاني بين أجمالي المرشحين سيداتي سادتي تمر بالبلاد حاليا الكثير من المشكلات والتي شملت جميع مناحي الحياة وأدت إلى انهيار أو تردي مستوى كافة الخدمات المؤدية للمواطنين اخترنت لسوء الحظ هذه الظروف بتنامي مخيف في حجم الديون والتي سيعاني من أثارها ليس جيلي فحسب بل وأجيال طادمة سيداتي سادتي شاملة منصب قائد القوات الجوية لفترة ست سنوات كاملة إلى جانب فترة عملي كوزير للطيران تحقق فيها نجاح شاهد به الجميع انطلاق من ذلك فأنني أشرف بأن أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر لاختيار رئيسها للسنوات الأربع القادمة مؤكداً قدرتي مع الكثيرين من المتعلمين والمثقفين والخبراء في بلدي على تخطي ما نعانيه من مشاكل وموقلاً في ذات الوقت بأنه لا نجاح إلا بالاحتكاج وبالمشاركة النجاحين وبالتعاون الوثيق مع الخبرات العالمية سيدات سادتي أؤمنوا إيماناً كاملاً وخوياً بأن أي نجاح مأمول صغر أم كبر لن يتحقق في بلادنا ما لم نحظى بالنظام للحق مدني ديمقراطي نموذجي ومستقر قابلاً للمراجعة والنقط متتبعين في ذلك خطوات ونجاحات الدول الكثيرة سبخت في هذا المجال إن الديمقراطية الحقة والحقوق الإنسانية الطبيعية ليست بمنحة من أحد كما أنها لا تمنح أو تطبق تدريجياً إطلاقاً فإما ديمقراطية وإما لا ديمقراطية سيداتي ساداتي أود في نهاية كلماتي التأكيد بأن مصرنا ليست بالدولة الفقيرة مصرنا ليست بالدولة الفقيرة فلديها كل المقاومات التي إذا ما أحسن استغلالها لكنا اليوم في شأن آخر ما بين الدول كما أنوح إلى أن اقترابنا من رقم المائة مليون مواطن لهو مؤشراً إيجابياً لامتلاكنا ثروة بشرية هائلة إذا ما أحسننا التخطيط لها وعدادها فهي قادرة على التعاون إلى هنا يعني الإعلان ده كده كله تمام فيش تقريباً ساعتين وظهر الفريق أحمد شفيق على فيديو ادعت قناة الجزيرة بأنه صورة حصرياً لها بيعلن فيه أنه بعد ما تم إعلانه عن ترشحه للرئاسة الإمارات منعت مغادرته من السفر وخلينا نشوف وهنا برضو فيه كلامه عن الموضادة لأنه الفيديو هنا من غير اللوجو بتاع الجزيرة واتقال عنه أنه هم اللي خدوه وعملوا كده مش هو اللي وصل هلوم الله أعلم بزحة الكلام ولكن هتشوفوا حضراتكم ما قيله بطني حبيب كنت قد أعلنت عن ترشحه لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية وكنت أنمي في سبيل ذلك القيامة بجولة بين أبناء الجاليات المصرية بخارج قبل العودة البطنية خلال الأيام القليلة سقادرة إلا أنني فجأت بمعنى من مغادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لأسباب لا أفهمها ولا أتفهمها وإذا كنت أكرر بيرانا امتناني وشكري وعرفاني للاستضافة الكريمة فإنني أرفض التدخل في شؤون بلدي بإعاقة مشاركتي في ممارسة دستورية ومهمة الوطنية المقدسة وإنني إذا أدعى الإخوة القادة المسؤولون بالتوجيه برفع أي طوائق أمام حرية حركتي أو سفري فإنني أتعهد لأبناء وطني بأن لا أتراجع إطلاقاً عن واجبي متقبلاً في سبيل ذلك أي تمتاعب أو سعود عاش المصري عزيز المكرمة طبعاً كانت الدنيا بقت قلبت رأساً على عقد ما هذا الذي يفعله الفريق أحمد شفيق؟ هل الجزيرة أصبحت المنارة اللي يتحدث فيها؟ هل كده بعد ما استضفته الإمارات برد الجميل بهذا الشكل؟ طبعاً كانت زي ما بقول لكم صدمة كبيرة جداً ردود فعل كتيرة جداً جداً بدأ الإعلام المصري كله على رأسهم طبعاً عمر أديب وطبعاً يعني أحمد موسى وكثير كل الإعلاميين تقريباً يعني ولميس الحديدي وكل الفرقة الإعلاميين المصرية أتت بوابل من طبعاً يعني زي ما بنقول كده يعني هي مش فكرة يعني مش عارفة أقول التعبير برضو هم حتى كانوا مستغربين كله كله ما كانش فاهم هو إيه جماعة اللي بيحصل وكله اهتم بأنه الموضوع أنه هو راح للجزيرة وقال أنه ممنوع من السفر ما حدش ركز على قصة طب هو كان ممنوع من السفر حقيقي ولا ما كانش ممنوع طيب هو يعني النهاردة هل هو بهذا يعني الأمر من عدم الزكاء السياسي بأنه بعد ما رشح نفسه يعني رايح يدعي هذا الإدعاء بمنعه من السفر هاي الإمارات طبعاً ردوا وقالوا إحنا ما حد هو اسمه ما كانش موجود جاءت المحامية بتاعته بقى ووضحت بعض الأمور طبعاً تقال أنه الرسالة دي اتصورت في بيته بموبايل بنته وأنه الجزيرة هاي اللي تلقفت هذا الفيديو وحطت عليه اللوجو بتاعها وأنه هو الموضوع المحامية برضو بتاعته قالت أنه بالفعل لما جاء الموضوع ما كانتش مرة واحدة أنه هو تم منعه من مغادرة بيته ده مش مش منعه من السفر في المطار هنا اللي وضحته برضو في الموضوع أنه هو ما كانش يبقى إحنا كده الإمارات لما بتقوله هو ما كانش على قوام المنع ماشي ما كانش على قوام المنع لكن تم منعه من مغادرة بيته وبنته بس هي اللي غدرت وقدرت ان هي تروح لدبي ولكن هو لم يعني منع من التحرك من منزله ده اللي تقال لان هو منع مش بس مرة كذا مرة يبقى اذا الامر هنا لكن كل سيب الموضوع ده وخد انه هو اختار الجزيرة كمان برليه وبقت الاخوان هما اللي بيدفعوا عنه القصص دي كلها انقسم الشعب المصري كفريقين طبعا وكعدت بقى اراء واعتبارات لكن الاراء اللي مشيت معها الاعلام بانه كيف يجرؤ وازاي وبعد ما الامارات استضافته وطبعا انور كركاش ايضا اللي هو يعني رئيس الشؤون الخارجية اللي هو يعتبر زي يعني وزير الخارجية كده تحدث برضو في اكتر من تغريدة وتكلم على الموضوع ده وبدأ حتى لدرجة انه استعان باحدة يعني مقاطع من اللي هو برضو اذا اكرمت اللقيم والكلام ده كله فبالتالي ده كان الفريق اللي هو ازاي والاحمد شفيق مش عارف ازاي يجرؤ وابقى ناس بقى كمان قعدة بقى بدأت ايه تشتم وتعمل واللي مش عارف قالك لمسبلت التاريخ من العرب بقى وبدأ المصريين يردوا عليهم انتو ازاي تتكلموا على شخصية مصرية لها تاريخها بهذا الشكل الشخصية اللي انتو بتعودوا تشتموا فيها ده نزل في الانتخابات امام الاخوان وكانت النتيجة اللي طلعت وقتها واحنا عارفين ظروفها ايه انه قالوا انه هو اللي كان اخد 12 مليون صوت ولله الاخ مرسي اخد 13 وكلنا عارفين الموضوع يجي بقى اعرض لي من فضلك التغريدات بتاعت انوار قركاش قركاش يعني او جرجاش زي ما بيقولوا كده انه بدأ اول حاجه خالص عندنا 3 تغريدات وربعة هو التغريدات معينا ولا لا زميلي ممكن بس تقولولي تغريدات معينا ولا لا طيب فبالتالي احنا النهاردة بنتكلم عن انه اول على طول بدأت التأسف ده طولة الامارات انه يرد الفريق احمد شفيق الجميل بن نقران ولقد لجأ الى الامارات هاربا من مصر طبعا دي برضو كان عليها علامات استفهام كتير وناس بدأت توضح الفريق شفيق برضو ناس قالت لك اه ده هربان مواجهش هربان من ايه جماعة ده كان حكم اخوان انتو بتتكلموا على اين تونسين الاعتصام بتاع ربعة ولا ايه برضو الحق يتقال يعني اذا كان مثلا صحت انه انه هو لجأ للجزيرة بالنهاية اللي عملت هذا خطأ ولكن نيجي في الحاجات التانية دي نقولها بتعبراتها يعني هو دلوقتي انتو متوقعين انه بعد ما كان هو وقف امام الاخوان والدنيا اللي حصلت فيها الظروف دي كلها اللي فينا ناس بتحكي عن حاجات الله اعلم برضو لكن في حاجات برضو ما عارش نصدقها ما نصدقهاش انه تم الضغط عليه اتغيرت النتيجة الامور دي كلها ولا احنا نسين كل ده فالنهار ده ليه نتهم الفريق بانه هو هاربا من مصر هاربا من مصر كان ايه لزروف فالمهم يعني واسر علان النتاج لانتخاباتها الامارات برضو ما كانتش عارفة الاخوان والدنيا اللي حصلت دي عشان يقولوا برضو هارب من مصر وبعد كده القضايا كلها اللي كانت بتناقش والكلام ده كله المهم هو قالك قدمنا له كل التسيرات واجبات الضيافة رقم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه التغريدة اللي بعدها من فضلك احنا مش عارفة يعني ماشيين بالترتيب التوقيت كان دي حداشر اتنين وخمسين هما المفترض ان انا كنت منزلهم كلهم تحت بعض في يعني معينا في الصفحة فعموما يعني انه المفترض كده انه بدأ بقى لغاية ما تطور الامر لانه قالك انه هو مش ممنوع من السفر وانه كمان الجزء الخاص بآثرت دولة الامارات في تعاملها التمسك دوما بقيم الضيافة والرعاية حبا لمصر والمصريين الذين لهم في قلوبنا وتوجهنا كل التقدير والاحترام وتؤكد دولة الامارات بانه لا يوجد عائق لمغادرة الفريق احمد شفيق الدولة نيجي للي بعدها وهنلاقي اللي بعدها اللي هو وللأسف في هذا الموقف الذي يكشف معادن الرجال لا يسعني الا ان اضيف مقولة المتنبي شاعر العرب الكبير اذا انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللقين تمرده فطبعا يعني برضو فيها اهانة خلي بالكم دلوقتي انه الجزء الاول كان حداشر اتنين وخمسين الاولى وبعدين حداشر على طول حداشر اربعة وخمسين ستة وخمسين عفوا وبعدين اتناشر واربعة دقايق دي كانت التلات تغريدات اللي علق بيهم دكتور انور جرجاش على الموضوع بتاع الفريق احمد شفيق زي ما قلتلكو طبعا في ردود الفعل التانية يعني دي ردود فعله غاضبة ومشيت مع الاعلام وفي ناس تانية قالوا يا جماعة ازاي بتمشوا مع الاعلام الفريق احمد شفيق له تاريخه واو 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 وبقت الدنيا منقسمة وبقت ناس على صفحاتها تقول ايه طيب احنا دلوقتي يا جماعة لو الاتنين مرشحين للرئاسة هتختاروا مين هيا الفكرة هنا برضو ناس تاني كليها رأي الحقيقة ورأي يحترم انه قالك انه يجب ان يكون هناك يعني احنا النهاردة بنا مش بحدش بيعتبر ان خالد علي يعني عفوا ما احترمنا لشخصه يعني انه هيكون منافس يعني قوي وحقيق للرئيس السيسي ولكن حينما يأتي شخص بقوة الفريق احمد شفيق بانه هو بالفعل كان حصل على 12 مليون صوت ضد الاخوان لكنه له شعبياته يعني وله برضو تاريخه المعروف يعني وشخصية برضو من خلفه عسكرية فالبرضو اصوات تاني قالت يجب كل التسهيلات للفريق احمد شفيق ان هو يجي لمصر وانه يكون فيه يعطى كل الحق بانه يكون منافس للرئيس السيسي لانه ده اللي هيدي ثقل للانتخابات يعني ده فعلا هيدي ثقل كبير للانتخابات وانه ما يتقلش قدام العالم ان هي كانت انتخابات يعني كانت سورية او انه الموضوع ما كانش فيه منافسة يعني اصلا يعني معلش زي ما بنقول انه خالد علي من الاول خالص حتى يعني يعني اتسو كيه يعني من المعارضة ولكن لو تحدثنا عن الفريق احمد شفيق طبعا هناك فرق كبير الحاجة التانية يمكن اللي احنا برضو عايزين نوضحها زي ما قلنا هو طبعا كان آيل انه هو هيعمل جولة للدول لبعض الدول علشان خاطر يلتقي بالجالية المصرية اللي فيها وبنهن عليه برضو دينا عدلي حسين محامات الفريق احمد شفيق قالت انه هو هيغادر الامارات خلال ساعات يعني يعتقد احتمال يكون غادر او اقترب من المغاهمة هما كانوا بيقولوا انهما كانوا مدينه مهلة 48 ساعة لانه غير مرغوب في وجوده وبعدين قالك انه هو كان فيه لقاء لي مع بعض المسئولين ومش عارف ايه ووضح الامور وانه تم التفاهم وبعد كده تقال انه هو هيروح لفرنسا الاول محطة وبعد الدول الاخرى وبعدها هيرجع الى مصر يجي مصر علشان يتم وتوجوده طبعا في مصر وتبدأ الحملة الانتخابية بالنسبة برضو يعني ده كلام واكدته برضو بنته انه ده اللي هيحصل انه هو هيروح فرنسا بعد الدول الاخرى وانه هيرجع الى القاهرة خلال وقت قريب يعني الاتنين اجمعوا على كده سواء دينا عدلي حسين او مي ابنة احمد شفيق وانه هي اكدت انه برضو قدلت بتصريحات لرويترز النهاردة انه بيستعد لمغادرة الامارات الى اوروبا والولايات المتحدة اولا لعقد اجتماعات مع الجالية المصرية وانه بعد كده هيتوجه عائدا الى مصر لبدء حملته الرئاسية زي ما بقولكو انه ردود فعل كتيرة جدا كان مثلا على سبيل المثال دياء رشوان كان برضو بيتحدث بانه او ابدا تعجبه انه ليه يختار الفريق احمد شفيق جزيرة وهو عارف موقف كنات الجزيرة وعارف الدول الاربعة المقاطعة لقطر وموقف الدول الاربعة دي من الجزيرة لانه زي ما بقولكو نفس الفكرة انه احنا ساعدنا قوي وبعد كده ايه اللي حصل المهم انه ده يمشي الدنيا كويس اليوم الاربعة العظيم ده وبالليل انا كنت مع حضراتكم وكان الموضوع كان زميلي بعتني انه فيه خبر موضوع ترشح الفريق احمد شفيق نظر اللي كان عندنا حاجات كتيرة في الفايل يعني ما تمكنتش ان انا اقول لحضراتكم هذا الخبر وبعد ما خرجت بقى واسمعت الدنيا كلها وفهمت اللغة الكتير يعني لانه حصل واحنا معاكم على الهواء يعني تقريبا المهم انه بعد ما روحنا بقى وتمام يعني وكان بالنسبة لمصر ده يعني يعتبر الفجر بقى خلاص يعني نفاجأ بايه بانه فيه حد تاني اسمه العقيد احمد كونسوة من الجيش المصري بيعلن ترشحه ابدا ايضا لانتخابات الرئي وكان هذا اليوم هو يوم الاربعاء الماضي ده كان هو اليوم العالمي للترشح واعتقد انه كده طالما ما فيش حد ترشح تاني في اليوم ده اعتقد تتقفل كده باب الترشح مش فهمة يعني ولكن عموما خلينا برضو نشوف من هو العقيد احمد كونسوة جمعه وعرف نفسه وبدأت بقى ردود فعله وناس وقنا وقته مش عارف ايه وايه ايه بس مش مشكلتنا بس شمعنا اليوم ده بالتحديد خلينا نسمع من ما قاله بنفسه العقيد احمد كونسوة تحدث باللغة العربية وايضا اعلنوا نبيتكن الانجليزية وتحدث ايضا باللغة الانجليزية السلطة والفصل بين السلطات فمن البديل انا البديل احمد كونسوة السن اتنين واربعين سنة عقيد دكتور مهندس معماري استشاري مدرس الهندسة المعمارية الضابط العامل بالخدمة بالجيش المصري العظيم اعلن اعتزامي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بالانتخابات الرئاسية المفترض بدو اجراءاتها حلال اقل من ثلاثة اشهر بحد اقصى اوال فبراير الفين وتمنتاشر وفق ما حدده الدستور والقوانين ذات الصلة من اجراءات وضوابط وعلى ضوء اهدافي ومطالب ثورة 25 يناير و30 يونيو ولكي لا يقول قائم اني اسلك باعلاني هذا مسلاكا غير شرعي ستجدون بالمنشور السابق لصفحتي على موقع فيسبوك جميع بياناتي الشخصية والاجتماعية والمهنية كما ستجدون بالمنشور الذي يسلكهم ملخصا بجميع الاجراءات القانونية التي اتخذتها بغرض التمكن من مباشرة حقوق السياسية والترشح بالانتخابات ووجهات بالتعنط وذلك ببدء مشوار الاستقالة من الخدمة في مارس 2014 بعد يومين منه وكان تيجا لإعلان رئيس الجمهورية الحالي نيته الترشح للرئاسة وحتى يومنا هذا بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف لم يحسم هذا المسعى ولم يتم قبول الاستقالة القوات المسلحة بجميع متطلبات العمل على أكمل وجه دون ضرة تقصير ولم يوقع علي أي عقوبة اندباطية أو تأذيبية على الإطلاق بطة ومستمرة حتى الآن وأنا في ذلك لا أدعي أني أكثركم فضلا أو شباعة ولا أنا نبيا ولا طبيبا ولا فيلسوفا إنما أنا فرد منكم لأخطائي وسوآتي وأشهد مثلكم ما قال إليه حال الوطن وأهله والإقليم بأسره وعلى الساحة من أقصاها إلى أدناها إلا الوطن وجميع أهله على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم وانتمائاتهم طالما انتزم السلم طريقا وحقوق المواطنة منها أحيانا قد أستطيع أن أُعجب أن أكون هذا مواطنة من المواطنة مع هذا النوع من المواطنة مهلاً لكي أحسين بأن أفضل مفعوم نزل مع الفيديو ده السيفي بتاعه انه هو عقيد مهندس ونزل برضو خريج ايه وانه هو فعلا بيجيد اللغة الانجليزية ولغتين اخرتين وتاريخه والكلام ده كله وطبعا بس انا ما حستش ان في اي اعلام تكلم عنه ما عرفش هالحد برضو من زمالي انتو لاحظته يعني هو ده من يوم الاربع كله كان مشغول طبعا بالفريق احمد شفيق بس احتمال يعني لانه الراجل رشح نفسه بشكل رسمي بهذا الشكل يعني والفيديو بدأ يعمل مشاهدة كبيرة والدنيا كده وهنشوف يعني الفكرة بقى مش عارف طيب بخصوص الموضوع الخاص باللي احنا قلناه ده كده كان في حد من مصر كان طالب يعمل مداخلة معينا معينا يا تارا مريم مريم من القاهرة اهلا بيك اهلا بيك مريم اهلا وسهلا اهلا بيك اتفضالي اهلا بيك اهلا بيك وانت طيبة مرسيلوا مكلمتك اهلا بيك اتفضالي اهلا بيك المسيحين اتخبوا شفيق وانت عارفة يوم شفيق انتخبناها كانت حاجة ما هو مش بس المسيحيين يعني كان كل من كل من يرفض الاخوان وحكم الاخوان كان الستات الاخوان يتلجونا وضربونا عشان ما نتخبوش مين شفيق حصل معاكو يعني وحنا تمام ايوه 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 بس احنا اتحدناها الاخوان وانتخبناه فاحنا في عز الزنقة سبنا وماشي فهماني على تقصدي ان هو كده في عز الزنقة سبنا وماشي طب هو تم الاعلان وانت شفتي اللي حصل في التجمع وازاي التهديدات والكلام ده كله وأنه قال أعرف حضرتك ما عليش هو أنا عشان متابع المواقع التواصل الاجتماعي كان فيه صحفي قريب منه أعتقد اسمه أحمد علي مش متذكرة عشان ما أبقاش غلطانة حكة وجناز منازل كتاب عن الفترة دي وبيقول أنه هو لما راح يزول الفريق أحمد شفيق بعد ما خلاص أعلن بشكل رسمي النتيجة لأ ما فيش أي حراسة عنده وحتى الاتنين الحراسة الخاصين بتوعه كانت قالوهم أنا مش بدافع على فكرة بس أنا بقولك وقعة والوقائع دي كتبت فكان الوضع اللي تعرض ليه الفريق أحمد شفيق أنه ما فيش حراسة على بيته أنه دلوقتي اعتبروا أنه هو فيه كان هيطعن علشان خاطر أنه النتيجة وإحنا كلنا عارفين أنه ما مش بتهيأ لي أبدا أنها النتيجة الصحيحة يعني أنا تمام فهي دي الفكرة فهي فكرة أنه يعني احتمال بقى هي الفكرة أنه كان فيه كمان قضايا لو تفتكري وكان برضو عدين يقوله هل هو ممنوع ما هو بعد كده بقى لكن هي الجزئية بتاعت طبعا إحنا برضو لا ننكر أنه إذا صح أنه هو اللي كان عمل القصة بتاعت أنه سمح للجزيرة أنه هم اللي يصوروا أو أخذوا هذا الجزء كجزء حاصل كحاجة حصرية بالتأكيد طبعا ده خطأ يعني يا سيدة ماري هو لما ضل على الإعلان الأولين كان لابس بدلة أي صح كان الإعلان كان لابس أميس ولو اتنامه كده مقارك معه يعني صحي هو كان لابس بدلة والكواليتي بتاعت التصوير ما كانتش كويسة وممكن زمايلي هاتول اتنين تاني حتى هو كان في طول الوقت عمر أديب أنا لما خلصت الحلقة يوم الأربع وتفرقت عليه وأنا في طريقي يعني لقيت أنه هو عمل نفس المقارنة لحياتك في عم بتقوليها هنا الكواليتي التسجيل مش قد كده لابس بدلة ورسمي والخلفية مختلفة الخلفية التانية ننقل على الفيديو التاني زميلنا طبعا مختلفة عشان كده أنا بقول لحضرتك احنا وضفنا معه وقلنا مش هنسيبه لو موتنا مش هنسيبه رحسبنا ومشي وضربنا وموتنا ودبحنا في الكنايس وكانوا وقفين في الشوارع يضربونا كانت الرجالة كلها تنزل تنزل تحمل بيور صحيح صحيح يعني سيبنا وحنا بعدين تخبط مين هين تخبط تاني يعني أنت كده في الرأي بتاع أنه مع المجموعة اللي هي حاسة أنه هو لم يواجه ما أعاش في مصر وواجه أنا من الرأيي معلش دكتورة أنا من الرأيي ما يجيش وخلي هناك هجاب الوش مين يخلي مباحة وما يجيش تاني ده رأي طبعا يحترم أستاذة مريم وزي ما قلت لحضرتك كل الظروف مصر متهددة زي وشوفنا الحصار والكلام ده كله وأنه هما لما حرقوا كنيسنا مش شفيق ده الإخوان والعصر الأسود بتاع الإخوان إلى أن قاتل طبعا السيسي وحصل طبعا ثور الثلاثين يونيوم لا ما هي مش فكرة ينفعنا إيه ما أنت بتكلمي أن كل الدنيا هو الجيش والشرطة على بال ما قدروا أن هما يفضوا الاعتصام ده كان قد إيه هل الجيش والشرطة برضو منع كل الإرهاب ده كله ما الإرهاب ده جي عليهم هما كمان فالإرهاب جي علينا وعلى هما الإخوان كانوا يقولنا كده أنا بس اللي بقصود هنا بقصود بس يا سيدة مريم هنا أنه مش فكرة أنه شفيق كان هيعمل إيه شفيق حاول أنه هو يصبت حقه في أنه أنه يتعادل أنت شوف أنت فكرة وقتها قد إيه قعدت اللجنة علشان تعلن فده معناه إيه؟ معناه أنه في دلوقتي والتجمع الرهيب اللي حصل ده ده كانت فيه أنواع من أنواع التهديدات اللي أكيد هنفهم يعني أن أنا بقولك يعني أنا ممكن أوعيدك إن شاء الله لحضرتك وكل اللي هما بيقولوا هذا الكلام هي كل الفكرة هو كان مفروض بعد ما الرئيس السيسي جي مثلا والدنيا وبعد ما كانت فيه الموقف بتاعه من القضايا كان مفروض يرجع وقتها الله أعلم برضو الظروف لكن زي ما بقولك والخطأ الكبير لو هو بالفعل صح إنه استخدم قناة الجزيرة ده يعتبر فعلا عدم زكاء سياسي ويؤخذ على الفريق شفيق قصة إنه أي حد دايما هنا برضو عايزين ناخد الإيجابية إنه لما ييجي الفريق أحمد شفيق مصر ويترشح أمام السيسي هنا برضو بنقول إنه الانتخابات تكون لها معنى وإحنا يريد برضو بنقول الباب يتفتح لآخرين علشان فعلا لو الرئيس السيسي وخالد علي لوحده يعني سامحوني كلكم مفاهمين يعني ما فيش داعنا نقول فطبعا اللي بحترم رأي حضرتك وده زي ما قلت رأي كثيرين مع حضرتك الرأي الآخر اللي هو بيدافع برضو عن الفريق أحمد شفيق أنا خدت يمكن فكرة الدفاع وأنا بتكلم مع مريم على اعتبار إنه هنا يبقى الرأي والرأي الآخر لكن أنا دلوقت أنا بدرس الأمر يعني أنا مع ناس برضو تانية ده فريق تالت أنا منهم أنا بحاول أفهم وبحاول أدرس وبحاول أشوف يا طرح الحقيقي الفريق أنا مش يعني هم منافوا بس طيب إيه يعني يعني أنا مش قادرة أفهم ده بدأت برضو زي ما بقول لكم بشوف الناس اللي بترد على موضوع الاتهام وبإنه هرب فأنا معيكو فإن أنا بعرض عليكم كل وجهات النظر لكن أنا لم أكون فكرة بعد يعني إحنا لسه والفترة دي هنتبتدي نتابع وناس تانية برضو أخفي عليكم بيقولوا أنه هو زي ما الفريق كان بيقولوا أنه رايح يعمل عمرة في الإمارات وما رجعش بيقولوا أنه هو رايح فرنسا علشان خاطر يقابل الجالية المصرية ويمكن ما يرجعش أنا برضو ده إيه بقول لكم كل المتاح على الساحة إذن الموضوع ده لسه فيه كلام والغاية ما نشوف الفريق بالفعل بيمر على بيقابل الجالية المصرية وأنه هل هيتحرك من فرنسا ولا لأ ففي كلام كتير لسه في الموضوع ده تمام؟ نروح بقى ل آه برضو ممناسبة الموضوع اللي هو كان بتاعة معلش يعني أنه جالي برضو تصحيح للجزئية بالخاصة باللي إحنا عرضنا دلوقتي الصفحة بتاعة تحت الأرض بيقال أن حد مقلدها وأن حد هو اللي عامل كده وأن دي مش الصفحة وأن الصفحة لما نزلت حاجة كانت منزلها من إبريل وأنه حد حب أنه هو يعمل لنفسه منظر بس لو كان ده فعلا حقيقي الحد ده يعني يبقى غريب المنظر وإحنا قبل كده شوفنا يمكن كانت في كنيسة فاكنين مش فاكرة كانت في ضميات ولا كانت فين برضو لما كان هو ابن أبونا اللي كتب حاجة على الأرض خلق أنا صريحة جدا عشان كده احنا بنحاول إن احنا بنبحث عن الحقائق عشان نقدمها لحضراتكم اللي اتبعت لي زي ما قلت لكم إنه هذا الأمر هو اللي اتبعت لي بإنه لأ دي صفحة حد عاملها كده ومش عارف إيه طيب ما هيتم التحقيق بقى في المسائل دي لأنه الأمور دي يا جماعة ما بيتهرجش فيها الأمور دي ما بيتهرجش فيها فيعني الفكرة إنه الجزء بتاع الموضوع ده لو معلش زميلي خدوه من عندي بقى معلش أنا أسفة لأنه لسه جاي اللي دلوقتي فاللي هو تقاله هو إنه الكلام اللي كانت على الصفحة بتاعت تحت الأرض هاي ده اللي كان بتاريخ إبريل تسعة وموضوع أحصي لهم تلاتة وتلاتين وسبع أكوان وعرشه لأن أنا ما كنتش اهتميت قوي بالكلام ده يا جماعة وقتها وتقال إنهم أبضوا عليهم فالكلام بقى تقال إنه ودي الصورة اللي هما كانوا نشرينها فبالتالي الأمر بيتقال إن في ناس أخدوه وعملوا وسوه الله أعلم بس عشان خاطر اتبعت لي الكلام ده حبيت إن أنا أقول للحضراتكم طيب أنا عارفة إنه طبعاً فيه برضو الموضوع بتاع الفريق أحمد شفيق ممكن يكون عامل ردود فعل وفيه ناس عايزة تبقى معنا مدخلات أستأذنكم بس ممكن يكون سريعة يعني لو هيبقى فيه حد عايز يعلق وزي ما بقول لكم وزي ما قلت لكم إن الموضوع لسه فيه أبعاد تانية لم ينتهي الأمر عند يوم الأربع العظيم اللي حصل فيه الترشيحات للرئاسة للفريق أحمد شفيق ولكونسور ما هو إحنا عندنا واحد تاني ما حدش يهتم به ما برضو التاني ده يعني لأنه برضو فيه ناس قاعدة تقول لأ ده متهم وهو الراجل ما قال إنه أنا ما عنديش أي حاجة وإن أنا تمام وفيه ناس قال لك إزاي يترشح وهو لسه لازم يستقيل من الجيش وبعدين يترشح برضو ففيه يوم الأربعاء العظيم ده يعني أنا عايز أسميه كده كان فيه شوية حاجات كده غريبة خلينا نروح للنهار أستاذ جيرجس من إلينوي أهلا بيك أستاذ جيرجس أهلا دكتورة إزاي حضرتك أهلا بحضرتك أهلا وساعد أنا عايز أقول إن أنا ما أعطى ترشيح فريق أحمد شفيق ليه مش لإن سيسي مش كوي سيسي على عيننا وراثنا وكبي تمام بس وجود أي دم جديد بيعمل طاقة صحيح حتى لما مصطفى مدبوري جي مطرح آآ وزير الوزر هو مش جي مطرحه هو قائم بأعماله معلش أوضح بس دي أستاذ جيرجس أستاذ جيرجس بزارة الطيران عملها من جديد وما تكلفش الدولة مليم تمام وإخلاقه في منطقة العظمة راجل عظيم وفعلا زي ما حضرتك بتقول هيخلي الانتخابات لها طعم بالزبت لها مصدقية عالمية وليها ثقة العالمي بالزبت وإنك أنت النهاردة مش بتتحدث عن أي حد أمام الرئيس السيسي أنت تتحدث عن شخص طبعا طبعا بس لازم ما ينفعش واحد هنرجع تاني لعصر مبارك واحد يستنى على طول ما ينفعش طبعا بي أن كان كويس الاستمرار في المكان ما ببلدش طاقات جديدة صحيح المانع أن أن الفريق أحمد شفيقي حتى لو ما فس يبقى في فرصة أن يترشح تاني إن ده إنسان عظيم ولازم يترشح ولازم وأنا ضد عمر عديد وضد الآخر تاني ده اللي ميشتن في كل الناس أحمد موسى اللي هو المستشار ده اللي في تعز مالك محترى منصور الجماعة هو عيب عيب عمالين الشيء ما يفحش ما يفحش طبعا هو واحد ماشرح ولازم كمان يقول لي الحق الدعاية نفسه زيه 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 صحيح ما أنا بقول لحضرتك هو عندما ترشح في الفيديو ده شكلك مش سمعني يا أستاذ جيرس طيب صحيح أنا بشكرك لأن دي وجهة النظر زي اللي بتأكد كلامي أنه زي ما مريم لها رأي حضرتك لك رأي وأنه مش بس وسطينا وسط قنواتنا زي ما بنقول ولا وسط المسيحيين كل المصريين في كل العالم انقسمت الأراء وزي ما قلت أنه في رأي ثالث فريق ثالث أنا منهم مستنين ندرس وبنشوف وبنراقب ونشوف الدنيا حصلت إزاي إزاي إنه يحصل إنه يكون فيه سماح للجزيرة إن هي اللي تسجل وإن هي تاخده حصري لمجرد أنك عايز تقول إنه الإمارات منعيتك طيب وهي لو الإمارات برضو لغاية دلوقتي إحنا طيب يعني يعني برضو جزئية خطأ الفريق لو هو عمل كده دي أوكي لكن هل هو أدعى المحامية بتقول وبنته بتقول إنه هو طبعا كان لم يسمح له بمغادرة منزله مش راحل مطاره منعوم السفر هو قالوله ما تسفرش فالفكرة هنا برضو كانت هل دي كانت حسابات غلط لا لازم كان يبقى فيه ترشح المشكلة إنه ينزل وترشح يعني أمام السيسي زي ما بنقوله هتبقى فيه منافسة وفي نفس الوقت هيكون فيه برضو الجو الجو الديموقراطي في الموضوع فيعني أعتقد كده طيب معلش شاشم برضو لو يبقى احنا كده دينا القراء لو فيه حد تاني أنا أسفل ومش عارفة لو فيه رأي ثالث ياريت لكن لو هي نفس الرأيين دول مع مريم أو مع جرجس يعني احنا أسنناها دلوقتي خلاص أعتقد كده احنا وضحت الصورة وأنا بأكد أنه يعني نسبة كبيرة هنا ونسبة كبيرة هنا والثالثة دي شوية سواء تطين مش كتار نروح بقى للنهاردة وفعاليات النهاردة كان سامح شكري الحقيقة في إطار في تواجده أيضا في منتدى حوار البحر المتوسط المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما وبرضو علق على الموضوع ده وقال أنه حق التراشح في الانتخابات الرئاسية مكفور للجميع وأن الدستور بيكفر حق التراشح للجميع القانون لا يمنع أحد من التراشح بالانتخابات حال عدم وجود أمر قضائي وعن سؤاله عن الفريق أحمد شفيق بالتحديد قال أنه هو أنه هم عندوش مشكلة وما انت توافر فيه يعني الشروط دي هو ده اللي يتراشح وبالتأكيد طبعا كان برضو في بعض الفعليات من خلال منتدى حوار البحر المتوسط المنعقد بالعاصمة روما كان فيه مناقشة أمور كثيرة والسامح شكري برضو كان دعا العالم كله أنه يأتي للسياحة في مصر وأكد أن مصر آمنة وتحدثوا أيضا كان فيه حوارات عن موضوع ليبيا والمشاكل اللي فيها ليبيا وتجارة النخاسة وتجارة البشر والأمور دي كلها كمان أنتو الفكرة أنه برضو كان يوم الأربع با يوم عظيم علشان حبيت أجمع لكم كل حاجة كانت حصلة يوم الأربع قبليها كانت البي بي سي نشرت بتتهم الرئيس مبارك بأنه هو سمح لمستوطنين أنه هما يدخلوا مصر راحت صفحة الرئيس صفحة اللي هي أبناء الرئيس كانت أعلنت أن البيان هيكون فيه بيان من الرئيس مبارك وبالفعل طلع البيان من الرئيس مبارك يمكن أنا لم يتسنى الوقت لها الحلقة اللي فتت أن أروا على حضراتكم خلينا نقول ده برضو كان يوم الأربع يا جماعة توضيح النماء أثيرها إعلاميا في الأيام الماضية مستند أن الوسائق بريطانية تم نشرها حول اجتماع جامعة بين وبين رئيس اللزراء البريطانية في فبراير عام 1983 فلقد وجدتم مهما توضيح الحقائق التاريخية التالية للشعب المصري إبان الغزو الإسرائيلي للبنان في يونيو عام 1982 كانت الأمور تسير في التجاش تعالى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وكان ذلك بعد شهور من إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء في إبريل عام 1982 في ظل هذا العدوان الإسرائيلي واجتياحه لبلد عربي ووصول قواته لبيروت اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل وعملته على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت وبالفعل قامت مصر بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت وعلى رأسهم ياسر عرفات وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن ولقد استقبلت ياسر عرفات لدى توقف البخيرة المقلة له ورفاقه في قناة السويس مؤكدا له على وقوف مصر مع الشعب الفلسطين تحديدا للمتواجدين منهم في لبنان لا صحة إطلاقا على طول بيان عشان بيان فيما ذكرته البي بي سي عن وصائق فقال لك مفيش الكلام ده يا جماعة مش صح وحكى التاريخ كله فما كانش فيه أي مستوطنين فلسطينيين بمصر وتحديدا المتواجدين منهم في لبنان فلقد كانت هناك مساعي من بعض الأطراف الإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت في مصر وهو ما رفضته رفضا قاطعا رفضته كل المحاولات والمساعي اللاحقة إما لتوطين فلسطينيين في مصر أو مجرد التفكير فيما ترح علي من قبل إسرائيل عام 2010 لتوطين فلسطينيين في جزء من أراضي سيناء وده اللي كان بيتقال عشان كده قامت الثورة ضد ده اللي بيتقال دلوقتي إنه لأنه مبارك رفضا هذا الأمر إنه أمريكا تبنت هذه المؤامرة اللي حصلت ضد مبارك يعني عموما يعني ده بقوله بس لحضراتكم كده إيه من برضو من الملاحظات اللي الواحد بيلاحظها تعليقات على هذا البيان وطبع الناس بتقول شفتوا أهول رئيس مبارك كان وطني إزاي بالرغم برضو إنه في ناس ضده ما علينا لكن في هذا الموقف هو كان بالفعل يعني لم يتخلى عن القضية الفلسطينية ورفضها طلب أمريكي من إنه يحصل وطلب إسرائيلي بموضوع إنه يدي جزء من الأراضي سيناء للفلسطينيين سادسا وآخر حاجة قالها الرئيس مبارك ردا على هذه الاتهامات تمسكت بمبدأ لم أحيد عنه أبدا وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر التي حاربت وحارب جيلي كله من أجلها وهو ما تجسد في إسرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام سبعة وستين بعودة طابة كاملة إلى السيادة المصرية طيب ده بالنسبة للموضوع ده برضو كان موضوع مهم جدا إنه إحنا نقوله لحضراتكم معنا معلش اتصال تاني برضو في شأن أعتقد الفريق شفيق على ما أعتقد يعني الأخت دولة أهلا بيك أهلا أهلا دكتورة مونة أهلا بحضراتك أنا شايفة فتشنا في كل اللجوم مبارك قبل وبعد وكله ما فيش ولا واحد يبقى أحسن من أحمد شفيق أحمد شفيق أحسن من الكل في أخلاقه في صبره في معاملاته في كل حاجة أنا شايفة أن أحمد شفيق يعني أنت مع ماري أنت في حسب في جبهة عفوا في جبهة أستاذ جيرجس يعني واضح أن أمريكا دلوقتي شوية لكن الناس اللي في مصر اللي هم رأي تاني اللي وكانت مثلته ماري طيب يعني إحنا زي ما بنقول لسه يا أستاذ دولت هنشوف الدنيا لو هو جيه هيبقى داخل في انتخابات إن شاء الله تكون انتخابات نزيها ويبقى إحنا كده اللي عايز أحمد شفيق هيصوت لأحمد شفيق واللي عايز الرئيس السيسي هيصوت للرئيس السيسي لفترة تانية واللي عايز خالد علي برضو هيبقى لين طبعا فيه جمهور برد أنا بشكرك جدا يا أستاذ دولت وزي ما قلت لحضراتكم إحنا عندنا الفريقين لو فيه وجهة نظر تالتة أوكي لكن لو هي وجهة النظر طبعا إحنا يعني بنقدر برضو إنه نوع من أو نوع أنواع التوضيح بإنه هناك مؤيدين للفريق شفيق وده برضو يعني معروف ولو إن زي ما بقول لكم الجزئية بس بتاعة حتة الجزيرة دي غير كده هنشوف هيلف فعلا ويعمل جولة فرنسا وأمريكا وأوروبا وبعدين هيرجع لمصر يا مسهل وقتها زي ما بنقول هتبقى طبعا وهتكون فيه موضوع الانتخابات خلينا بقى نروح إحنا كان فيه انتخابات النادي لزمالك قبل كده واختاروا فيها مرتضى منصور رئيسا للنادي لكن بالأمس بقى كانت موضوع انتخابات نادي الأهلي وكانت الحقيقة مشتعلة جدا ما بين التنافس كان ما بين محمود الخطيب والمهندس محمود طاهر وفاز محمود الخطيب برئاسة النادي الأهلي لمدة أربع سنوات قادمة والانتخابات جرت بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة وطبعا يعني كان حتى بعد فرز عدد كبير من اللجان وقال لك خلاص بقى ما فيش غير خمس لجان متبقية وكان محمود الخطيب هو اللي كان طبعا فايز حتى قبل ما يخلصوا بقية الخمس لجان كان واضح جدا فرق الأصوات وبالفعل طبعا كان راح النادي واستقبلوا واحتفالات وإحنا بنهني برضو محمود الخطيب والنادي الأهلي بمحمود الخطيب رئيسا للنادي الأهلي النهاردة بقى كان فيه قرعة المونديال قرعة المونديال دي يا جماعة علشان توزيع الفرق في النهاية في أي مجموعات وإحنا كنا مستنين وشوف مصر هتلعب في إنه مجموعة دي قرعة قرعة نهايات مونديال روسيا 2018 أصفرت عن حلول منتخب مصر والسعودية في مجموعة واحدة فيما وقعت فيما وقعت تونس والمغرب في مجموعتين مختلفتين هو كان الخوف من أنه يكون فيه فريقين عربيين في قائمة واحدة أو في مجموعة واحدة وهذا ما تم والقدر جاء جاء مين جاء مصر والسعودية مع بعض المنتخب المصري والسعودي والسعودية جمف المجموعة الأولى مع روسيا البلد المنظم أوروغوي بينما جاء منتخب المغرب المجموعة الثانية لجانب البرتغال وأسبانيا وإيران وجاء المنتخب التونسي في مجموعة صعبة وهي السبعة إلى جانب بلجيكا وإنجلترا وبنما طبعا ردود فعلوا والناس وقنويته نزلوا وصوروا بين المجتمع المصري إيه رأيكم قالوا طبعا المنتخب المصري والمنتخب السعودية عفوا هتكون في منافسة طبعا يعني قوية وفي نفس الوقت بالنسبة للمصر مع روسيا في بعض الناس قالوا لأن هي البلد المنظم فممكن تكون مباراة صعبة برضو مع أوروغوي وبالتالي الفكرة هنا إن أتت مصر في المجموعة الأولى ما بين خلاص ده برضو حاجة 18 التذاكرة اللي كانت الدفعة الأولى المجموعة الأولى خلصت تماما لحضور المونديال برضو كانوا بيتكلموا عن عدد الملاعب وأنه برضو مصر هيكون في بين مباراة المباراة اتوضعت برضو إمتى وتواريخها وقال لك هيكون في مكان بعيد قوي يعني ملعب في بلدة من البلاد الروسية ومن المحافظات الروسية يعني وهيكون في بلدة تانية بعيدة عنها مسافة كبيرة جدا دي ممكن برضو تعرض الفريق المصري طبعا لأنه يعني هيكون فيه ظروف تعيقه لكن برضو كمان ناس كتيرة قالوا إنه محمد صلاح فهيبقى برضو مع مصر وبس لازم يكون فيه تدريب قوي ما يعتمدوش على كده فالتذاكر كلها تباعة المجموعة الأولى غالبا هم أنا مش حرفة قوي بس غالبا عاملين طبعا الأسعار بتبقى متفاوتة المجموعة الأولى لها سعر التانية وهكذا وهكذا أو إذا كان بقى أماكن الأماكن في الأدوار تقريبا برضو دور أول يعني عموما التذكر الأولانية الدفع الأولانية بعد بالكامل والدفع التانية وأعلنوا كانوا عن شعار المونديال برضو فيه شكل رسمي وزي ما انتم شايفين هي الصورة دي اللي هي خلاص كده يعني الترتيبات على قدم من وصاق والنهار ده القرعة كان بوجود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فكرة ده بالنسبة للقرعة عندنا يعني احنا برضو عندنا شوية حاجات مهمة كانت حصلة عايزة برضو يعني احنا عندنا شوية حاجات تانية في مصر وعندنا حاجات حصلت برضو في أمريكا لين فترة ما تكلمناش عن أمريكا برضو الأمور اللي هي في الجزء الخاص ب سوريا ف يعني برضو مرتبين لمكالمة مهمة علشان خاطر نفهم اللي بيحصل النهار ده حاجات كتير يا جماعة حصلة في الوقت المتحدة الأمريكية عايزين نحاول نفهم اللي بيحصل يعني وبخصوص النهار ده برضو اتهام لفلان بأنه كذبة يعني مش هقول تفاصيل غير لما تكون معنا الأستاذة هبة القدسي علشان برضو عندنا أمور كتيرة لكن برضو الدموي الإجرامي كان النهار ده تسلت صلاة الجمعة في المسجد وحضر صلاة الجمعة كان فيه وفد من الأزهر وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وشوكي علام مفتي البلاد واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أول صلاة وخطبة بالمسجد عقب الهجوم الدامي الذي استهدف المسجد الجمعة الماضي الذي أصفر عن العدد دلوقتي على فكرة في بعض الصحف بطول 310 في بعض الصحف بطول 311 وصل عدد الشهداء ل311 والمصابين كانوا 125 وده بحسب التقديرات الرسمية طبعا عشان كان في الأول 128 وتوفى منهم اللي هم انضموا للشهداء كمان كان برضو طبعا في خطبة المسجد القه عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف كمان كان فيه كلمة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لأسر الشهداء وتحدث برضو ركز على حاجتين في موضوع حاجتين في موضوع انهم برضو خوارج واشرار ولكن قال ان الرسول أمر بقتلهم فهو دلوقتي مش هيقول عليهم كفار دي خلاص انتهت الأزهر مش هيقول على هؤلاء الدواعش والإرهابين كفار ولكن نؤكد على انهم خوارج ووووو وانه وجب قتلهم بأمر من الرسول المهم انه طبعا لسه فيه فعليات ولسه فيه الناس بتزور يعني وفود كتيرة بتزور المصابين وبرضو هو شيخ الأزهر راح زار المصابين اللي كانوا في اللي كانوا في الإسماعيلية وبرضو في السفارات كلها في مظاهر عزاء برضو بيجي وفود مصريين تعزي الكنسل أو السفير المصري اللي في كل السفارات في كل الدول وفي مسيرة دمت رجال دين مسلمين وأقباط تددت بهجوم الراودة في بلبيس يعني فيه فعليات كتيرة كانت بالنسبة للموضوع برضو الخاص بمسجد الراودة برضو نائب دياء الدين داود قال ليس معنا لحمتنا وقفنا صف واحد ان احنا ما نعليكش الأخطاء اللي بتتعلق بوقوع مثل هذه الجرام الإرهابية طبعا حصل ردود فعل غاضبة على موضوع البرلمان بانه موقفش قدام هذا الحادث بالوقفة اللي كان بيتوقعها الشعب المصري والسياسين جميعا والعسكريين المهم انه هو قالك ليس احد فوق المستوى ان يساءل ويجيب ويريح الدمائر دا النائب دياء دين داود وقال ان احنا المفروض انه لا يكفينا ان نقف حداد الناس لا تنتظر منا بكائيات الناس تنتظر منا ان احنا نكون على مستوى هذا الحدث مقدمين الغالي والنفيس حماية لهذا الوطن دا كان بالنسبة لموضوع مسجد الرودة النهاردة واللي حصل فيه زي ما قلت لحضراتكم كده من امور تم نيجي بقى للاحداث الجديدة النهاردة حقيقة في موضوع الولايات المتحدة الامريكية وعندنا امور كتيرة حصلت في الفترة اللي فاتت والحاب يسعدنا ان احنا يكون معانا الاستاذة هبة القدسي مدير مكتب الشرق الاوسط في واشنطن يعني هتعرفنا الدنيا اللي حصلة ايه شوية برحب بيكي بستاذة هبة اهلا بيك انا اشكرت اهلا بحضراتك طيب الحقيقة طبعا النهاردة الخبر الجديد هو انه توجيه تهمة الكاذب او التصريح الكاذب لمايكل فلان مستشار دونالد ترامب السابق للامن القومي والتهمة دي وجهت له بشكل رسمي ما هي ابعاد هذا الامر هل هناك دلائل على هذا الاتهام بالتأكيد طبعا يعني انا بتوقع لكن خليف تكلمينا اكتر عن هذا الخبر اللي اتى النهاردة هو لم يعود فقط توجيه ادهام بادلاء بتصريحات كاذبة وانما اصبح اقرار بالزنب بعدما ذهب مايكل فلان اليوم الى المحكمة الامريكية الفيدرالية واقر واعترف بالزنب بانه ادل بمعلومات غير صحيحة او اخفى معلومات عن المحققين الفيدراليين هذه اخفاء معلومات او عدم الكذب على محقق فيدرالي هي في نهاية جناية اخطر شيء في الولايات المتحدة هي جريمة الكذب وبصفة خاصة مع محقق فيدرالي هذا الامر اصار انه تم توجيه الاتهام اليه بادلاء بتصريحات كاذبة ثم بعد ذلك بساعة او ساعتين مصوله امام المحكمة واقراره بالزنب تعد من الاحداث يعني كان حدثا ساخنا للغاية صباح يوم في واشنطن لان هذا الامر له تداعيات كثيرة نتحدث على التداعيات فضل أولا مايكو فلين يعد من الدائرة الداخلية المقربة للرئيس ترامب وليس كما يعني قال البيت الأبيض في الصادق عندما أقر أحد المتدربين في حمل ترامب ويدعي جوش بابا دوبلوس أقر أنه بالزنب في التواصل مع الجانب الروسي فكان رد البيت الأبيض أنه مجرد متدرب وليس له منصب كبير في الحملة الآن الموقف مغير لأن مايكو فلين له منصب رفيع داخل حمل ترامب الانتخابية وداخل إدارة ترامب بعد تولية المسؤولية وهنا لا يمكن الفصل ما بين مايكو فلين كشخص وما بين الإدارة كمستوى أعلى ومستوى رفيع من الإدارة أيضا تصربت معلومات أن مايكو فلين بعد إقراره بالزنب هناك نوع من التوافق أو الاتفاق مع المحققين الفيدراليين بحيث يتعاون مايكو فلين معنى هذا التعاون أنه سيكشف عن معلومات جديدة أنه ربما يكشف عن تورط مسؤولين آخرين أو زملاء له داخل الحملة الانتخابية أو داخل الإدارة معنى ذلك أنه سيقدم للمكتب الاتحاد الفيدرالي معلومات جديدة للغاية أيضا تصربت تكهنات أن هذه المعلومات تتعلق بكون مايكو فلين قد استشار مسؤول رفيع جدا داخل إدارة ترامب قبل أن يعقد اتصالاته بالسفير الروسي في واشنطن سوري كي سلاك القضية حسب أوراق المحكمة تتعلق بحادثتين تم فيها فلين التواصل مع السفير الروسي الآن الموقف في واشنطن كالآتي كيف ستؤثر ذلك على إدارة ترامب إدارة ترامب في مأزب حقيقي لأن كما ذكرت مايكل فلين كان مسؤولا رفيعا تعاونه مع مكتب التحقيقات كتاب شف عن أسماء جديدة متورطة داخل إدارة ترامب قد يؤدي إلى بعض الدعاوة التي سبق أن أثيرت حول خلع ترامب أو توجيه اتهام للرئيس الأمريكي بشخصه لكن في النهاية الحدث جلل الموضوع سيكون له تبعات كثيرة طب ممكن من ضمن التبعات دي يعني مثلا أنه لن يستمر الرئيس في فتراته الأولى دي أصيرت هذا الأمر أن أي معلومات جديدة سيخرج بها التحقيق الذي يكون به المحقق الخاص روبرت مولر ستكشف ربما عن أسماء جديدة ربما تكشف عن معرفة رئيس ترامب نفسه بهذه الاتصالات ليس لدينا معلومات محددة عن فحو هذا تعاون الذي أبداه مايكل فلان مع المحققين الفيدراليين لكن الأيام القادمة ستكشف عن أمور كثيرة فكرة أن يتم توجيه أو أن يقوم المحقق الفيدرالي بالتحقيق مع الرئيس الأمريكي نفسه أو فكرة إثارة موضوع على يستمر الرئيس ترامب في منصبه هي في النهاية الأمر موضوع قانوني معقد للغاية فكرة تتعلق أدلة قوية تتعلق وجود أدلة قوية جدا تتعلق أيضا بمشاورات داخل الكونجرس مستمرة وتصويت بأكثر من سلسي أعضاء الكونجرس على هذا الأمر هو أمر في النهاية سيستغل الديمقراطيين بشكل كامل حتى لو لم يصل الأمر إلى التحقيق مع الرئيس بشكل مباشر وأنه سيظل هذا الضغط الذي يمكن الديمقراطيين من فرد مزيد من الضغوط على الجمهوريين وعلى إدارة ترامب وعلى إشعال قضية التواصل مع الجانب الروسي بشكل عام لتحقيق أغراض سياسية وانتخابية هناك مشروعات قوانين في الكونجرس يحاول الديمقراطيين استغلال الوضع لتمريرها هناك أيضا العام المقبل سيكون عاما انتخابيا لتجديد النصفي للكونجرس وسيستغل الديمقراطيين هذا الأمر بفاعلية وكفاءة لكن موقف الديمقراطيين بالتأكيد مفهوم جدا ولكن احنا شفنا برضو بعض القوانين اللي كان دونالد ترامب عايز يمررها في الكونجرس وكان في موقف من الجمهوريين ضده ما موقف هل حضرتك لمستي برضو موقف الجمهوريين بعد أحداث النهاردة يعني على سبيل المثال كان هناك في الكونجرس كانت كان هناك تصويت كان يجب أن يتم مساء أمس في الكونجرس حول مشروع إصلاح الضرائب وتم تأجيله لبعض الخلافات الداخلية إلى صباح اليوم وحتى الثانية أو الثالثة المنتصف اليوم النهاردة لم يتم التصويت على هذا المشروع داخل مجلس الشيوخ لاعتراض اثنين من الأعضاء الجمهوريين لكن الأمور متعلقة بشكل أكبر في تفاصيل القانون وماذا يستفيد منه الأغنياء يعني مش كردود فعل مش كردود فعل على المواقف ليس كرد فعل على ما حدث مع مايكل فينا اليوم طب باختصار برضو طالما حدرتك أثرت القانون وطبع احنا عايشين في الولايات المتحدة الأمريكية وكده اللي عايشين برضو عايزين يفهمه هل القانون ده هيكون في صالح متوسطة الدخل هل هيكون في صالح مين هي الأمور لسه يعني بيتم حسابها داخل الكونجرس بشكل لكن في النهاية المبادئ البسيطة لإصلاح النظام الضريب الأمريكي هو إعطاء نوع من التحفيز والعوامل التحفيزية للأغنياء والشركات الأمريكية لتستثمر أكثر فيؤدي هذا الاستثمار الأكثر إلى توظيف أكثر وبالتالي دفع الاقتصاد الأمريكي المعترضون على هذا القانون يرون أن إدارة ترامب تعطي الأغنياء نساحة من الإعفاء الضريب الكثيرة تصل إلى 20% وفي مقابل تعاني الطبقة المتوسطة الأمريكية من جراء هذه الإعفاءات للأغنياء بينما الطبقة المتوسطة والفقيرة لا تحصل على نسل هذه الإعفاءات هي عملية حسابية معقدة تتدخل فيها أمور كثيرة لكن في النهاية ما يروج له الجمهوريين وما يروج له القبراء الاقتصادين ستؤدي إلى انتعاش في الاقتصاد الأمريكي بمعنى بمعنى دفع عجلة الإنتاج إعطاء الشركات الأمريكية مزيد من الحوافز وبالتالي ربما يؤدي ذلك إلى استثمارات أكثر إلى تحفيز أكثر لخلق وظائف عمل أكثر وبالتالي انتعاش تتحسن الطبقة يعني مستوى الطبقة المتوسطة يعني بس بطريقة النتائج في النهاية بتكون نتائجها على المستويات الأعلى حتى تصل إلى مستويات الطبقات الوسطى والطبقة الطبقات الدنيا ففي النهاية المستفيد الأول منها سيكون بلا شك يعني كعادة الجمهوريين يمكن يعني دي سياسة الجمهوريين اللي احنا عهدناها دايما هي سياسة الجمهوريين أنها يعني بصفة عامة أن تحقق دخلا وتستطيع أن يكون لك قرار فيما تحققه من الدخل سياسة الديمقراطيين بصفة عامة أن الدولة هي التي تقوم بكل شيء هي التي تقوم بالمشاريع الخاصة بالبنية التحدية المشاريع الخاصة بالتعليم الطرق وتتدخل في كيف ستنفق أموالك وكيف ستنفقها والأفضل أن تعود كضرائب إلى الدولة حتى تنفقها في مشروعات اجتماعية وخدمية ففي نهاية هذا فكر الجمهوريين وهذا فكر الديمقراطيين وهو في سجال دائما يفوز وأي وجه نظر تفرد نفسها صحيح وحتى احنا لقينا برضو أنه بالرغم من أنه الرئيس الجمهوري أو ينتمي الحزب الجمهوري ولكن هناك برضو بعض الإعاقات ويعني إلى حد الماء ديمقراطيين يعني قادرين أنه هم يعني يستقطبوا بعض من الجمهوريين معاهم طيب نيجي المشكلة تانية برضو أثيرت مبارح قبل المواضيع دي احنا كده برضو لازم نتحدث في الحاجات التانية لأنه موضوع ريكس تيلرسون والتصريحات التي كانت أثيرت حول عدم رضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنه وبعدين النهاردة كان حصل بيقال اجتماع وخارج التصريحات تيلرسون بأنه هذه التقارير الإعلامية بالنسبة لقلته من منصبه يعني بيعتبرها أن هي يعني غير صحيحة يعني مصبور ونها شائعات كان جريدة نيويورك تايمز نشرت بالفعل مقال كبير أمس الأول أو أمس حول التكاهنات هي في نهاية تسريبات من داخل البيت الأبيض حول إمكانية الاستغناق عن ريكس تيلرسون في منصب وزير الخارجية الأمريكي والاستعانة بمايك فرامبيو الذي يشغل حاليا رئيس الاستخبارات الأمريكية ليكون في منصب وزير الخارجية الأمريكي والاستعانة بسناتر تام قاطن السناتر الجمهوري عن وراية أركنسا ليكون رئيسا للاستخبارات الأمريكية هذه التسريبات ليست جديدة بشأن مصير ريكس تيلرسون شاهدنا هذه التسريبات والتكهنات برحيل تيلرسون على مدى الشهور الماضية وربما كان أبرزها في شهر يوليو الماضي صحيح عقد مؤتمرا صحفيا ليعلن فيه أنه باقي في منصبه كانت هناك تسريبات حول احتمال أن يتم اختيار نيكي هالي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في هذا المنصب الآن أصبحت التكهنات تميل نحو مايك بومبويا لكن في النهاية كان هناك مواقف بارزة ظهر فيها اختلاف للرأي وربما احتدام للرأي ما بين ريكس تيلرسون بين الرئيس ترامب كان أبرزها على سبيل المثال الموقف من الأزمة بين الدول الأربعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين الأزمة الخليجية ما قاله ترامب اختلف بشكل بين مع ما صرح به ريكس تيلرسون أيضا فيما يتعلق بكوريا الشمالية ما صرح به دونالد ترامب من مواقف متشددة تجاه كوريا الشمالية تباينت مع تمسك ريكس تيلرسون بالخيارات الدبلوماسية فكان هناك هذا التباين الذي أظهر الإدارة الأمريكية وكأنها ليست على موقف رجل واحد أو ليست على صفحة واحدة فيما يتعلق بتوقعاتها الخارجية وسياستها الخارجية هذا أزعج يعني جعل هناك نوع من التوتر يعني زاد من الأمر بعض الأخبار التي نقلت عن ريكس تيلرسون لفظ غير لائق وصف به الرئيس ترامب بأنه مغفل أو الغز مورون أيضا نقلت وسائل الإعلام عن الرئيس هل كان مسجل يا أستاذ هيب أنا ساعتها وقريت الأخبار لكن لم أتأكد أنه هل كان هذا الأمر مسجل لي أم تقارير صحفية فقط لا ده تبقى تسريدات صحفية حديث جانبية ما بين وزير الخارجية وبعض الموظفين في البيت الأبيض يعرف فيه عن أراء الشخصية ربما التقطها شخص أو صلبها شخصية من الموظفين إلى الإعلام لكنها ليست مسجلة في النهاية ويصعب أن يخرج وزير خارجية في منصب بشكل علني ويقول مثل هذا لكن في النهاية هذه تسريبات لكن في المقابل رئيس ترامب خرج علنا وقال أنه مستعد لمسابقة مسابقة ذكاء بينه وبين ريكس تيلرسون هذا على مدى شهور الماضية ما حتى اليوم هو تأكيد من البيت الأبيض ببقاء ريكس تيلرسون في وظيفته وأعلان من جانب الخارجية الأمريكية أنه سيقوم بزيارة أوروبية هناك حرص من جانب البيت الأبيض على إبقاء الصورة العامة لإدارة ترامب أنها ما زالت متماسكة لأن منصب وزير الخارجية الأمريكي هو الرجل الثالث في إدارة ترامب وعلى مدى الشهور الماضية شهدت الإدارة الأمريكية خروج عدد كبير من كبار الموظفين وصدار الموظفين من الإدارة لذا هناك تخوف إلى حد ما أن تبدو الإدارة أن الكثير من كبار المسؤولين يتركون الإدارة الأمريكية هل برضو تتوقعي أن يكون توزيع أدوار برضو البعض بيروح لهذا الرأي اللي هي فكرة أنه يعني زي ما بنقول حمائم وسكور أو حد يقول حاجة ويمكن ده مثلا تدخل في هذا المنطلق ولا تستبعدي أنه ما يحدث من أمور ما بين الرئيس ترامب وتيلرسون بعيدة عن هذا الأمر بالعكس المسألة ستبدو زيئة لإدارة ترامب ليست المسألة إحلال وتبديل هي الفكرة أن هناك انتقادات كثيرة وجهة لوزير الخارجية الإكستررسون في طريقة إدارته لوزارة الخارجية تركيزه على تخفيض الميزانية تركيزه على التخلص من عدد كبير من المستشارين الدبلوماسيين كبار المستوى في الخارجية الأمريكية تركيزه أصلا على إدارة الخارجية كشركة كما أدار شركة إكسون موبل وليس التركيز على الترويج الدبلوماسي وحل المشاكل وإدارة العمل البعض أرجع ذلك لإفتقاد ريكس تيلرسون لخبرة العمل في المجال الحكومي وخبرة العمل في المجال السياسي لكن على الجانب الآخر الرئيس ترامب نفسه لا يملك بالزبط العمل السياسي ولا العمل الحكومي لكن في النهاية هي اختلافات من المهم جدا أن يكون الرئيس الأمريكي ووزير خارجياته الذي ينفي رؤية الإدارة الأمريكية في السياسة الخارجية لابد أن يكون على توافق على قدر كبير من التوافق وليس فقط التوافق حتى تظهر الإدارة الأمريكية للخارج للعالم أنها تقف على استراتيجية موحدة وسياسة متوافقة إلى حد كبير ما بين الإدارة بكل أفرعها طيب حضرتك في موضوعين تاني عند حضرتك وقت أننا عندنا موضوع القدس معلش لو حضرتك تعلق لنا بسرعة بس لأن موضوع القدس ده يعني دلوقتي يعني بعدما كانت الأمور هدئت وسيكته خالص في الموضوع ده فوجئنا بأنه الرئيس بيفكر مرة أخرى في أنه تنقل تنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وبعدين قال لك لا ده هيرجقوا الموضوع ولكنه في صدد أنه يتحدث يوم الأربعاء عن موضوع أن القدس عاصمة إسرائيل هو موضوع بالفعل شائك كان فيه حديث على مدى الأسبوعين الماضيين حول إغلاق مقر منظمة التحيير الفلسطينية ثم إعادة فتحها أيضا مايك بينس في احتفال في نيويورك في الأمم المتحدة أشار أن إدارة رامت تفكر جديا في الإعلان عن نقل السفارة الأمريكية هي هي بتهيالي أستاذ هيبة يعني لو أعلنوا عنها أو نقلوا طب ما هي النتيجة واحدة ثم قال البيت الأبيض أن الوقت سابق لأوانه للإعلان عن نقل السفارة ثم اليوم مرة أخرى الحديث عن خطاب متوقع يوم الأربعاء المقدمة في النهاية هي نوع من الجدل السياسي أو المناورات السياسية هاي جس نبض الدول العربية على مثل هذه الخطوة أيضا على مدى الإدارات الأمريكية السابقة التي وعدت بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ولم تستطع أي إدارة أمريكية سابقة على تنفيذ هذا الوعي إدارة رئيس ترامب تضع نفسها في مأزق حقيقي آخر بإسرارها على هذه المناورات هي ترى أن هذه المناورات والشد والجذب فيما تعلق بمصير السفارة الأمريكية هل تبقى كما هي أم تنقل إلى القدس تعتبر إدارة ترامب نوع من المناورة السياسية لإجبار الطرفين على القدوم إلى مائدة المفاوضات وبحث حل للقضايا الفلسطينية وكافة قضايا الحل النهائي لكن في النهاية أتشكك بالفعل أن تقدم أن يقدم لأنه بيفتح كذا جبها جبهة كوريا الشمالية أنا برضو عشان وقت حضرتك لأن دي برضو نقطة مهمة والتصريحات النهاردة برضو أمبارح التي قالت أن المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي قالت أن بلادها طلبت مستين قطع مدادات النفط عن كوريا الشمالية محذرة من أن النظام الكوري الشمالي سيشهد دمارا تاما إذا ما اندلعت الحرب برضو في ردود فعل بتتحدث عن أن ترامب في هذه المشكلة يتحدث بشكل عن تاري وأنه برضو هنا بنلاقي تصريحات مختلفة ما بين أن ناس تقول أنه ممكن يكون في أجدام عضرب عسكرية أنه لا حلول سياسية لا منع أو مزيد من العقوبات حضرتك من خلال متابعة شايف أن الأمر هيوصلنا إلى أنضماء أمر خطير هل ستدخل الأمريكا في حرب؟ نعم بالفعل أن أنجزته قوريا الشمالية من تقدم كبير في مجال السواريخ البلستية والسواريخ العابرة للقرات وقدراتها على حمل رؤوس نووية تصير القلق لأن وفق تصريحات جيم سماتس وزير الدفاع الأمريكي أنها بالفعل تستطيع الآن وتملك القدرة على ضرب أي مكان في العالم بما فيه سواحل الولايات المتحدة وداخل الولايات المتحدة فالأمر جد خطير ما يجري الآن من مباحثات داخل الإدارة الأمريكية للتعامل مع الإضطراب الذي تصيره كوريا الشمالية يتعلق بكذا بعدة محاور المحور الأول هو المحور الدبلوماسي التقليدي ومحاولة الحديث عبر عدة وسائل دبلوماسية مع النظام الكوري ومع الدول المجاورة سواء كوريا جنوبية أو اليابان محور آخر هو القدرات الاستخباراتية وما اقترح مايك بومبيو من محاولات لتغيير النظام في كوريا الشمالية ومحاولات زرع فيروسات في هذا البرنامج لتقليل من قدرة كوريا الشمالية على إطلاق صواريخ باليستية وهذا أيضا له تفاصيل كثيرة ما تلجأ إليه إدارة ترامب بشكل واضح هو دفع الصين لفرض عزلة اقتصادية على كوريا الشمالية الصين تتلك أكثر من 70% من التعاملات التجارية مع كوريا الشمالية وبذلك تصبح يعني الشريان الحياة الرئيسي لكوريا الشمالية ما تسعى إليه إدارة ترامب هي أن تقوم الصين بقطع هذه العلاقات والاقتصادية وفرض عزلة اقتصادية بحيث تأن كوريا الشمالية من وطأة هذه العزلة ومن وطأة قطع العلاقات مع الصين تفتقد بالتالي إلى الغزاء إلى المواد الخام إلى قدرات مالية تتضفق في هذا البرنامج النووي لكن الصين ما زالت يعني على مدى هذا يعني على مدى منذ يعني اندلعت أزمة كوريا الشمالية والصين تأخذ مواقف يعني تتأرجح يمينا ويسارا وتبحث في النهاية عما يفيد مصلحتها لكن في النهاية هناك تخوف دولي كبير من قدرات كوريا الشمالية ستضطر ستضطر الصين في النهاية إلى يعني إلى أخذ مواقف أكثر شدة مع كوريا الشمالية لأن أي تفجيرات نووية أو أي سواريخ فاليستية يمكن أن تنطلق من داخل من كوريا الشمالية إلى جيرانها أو إلى تهديد كوريا الجنوبية أو إلى أي منطقة في العالم ستكون لها تأثيرات وددعيات كارثية على الجميع على جميع الدول فالأمور حرجة وتأخذ منحة أكثر حساسية كما ذكرت رئيس ترامب له تصريحات عن سرية في هذا الأمور هناك شعار في السياسة يقول تكلم بلطف ويعني تكلم بلطف وتفعل بحد وتصرف بحد لكن ما يفعله رئيس ترامب هو أنه يتكلم بحد ويتصرف بلطف فالأمور تحتاج إلى كثير من الحنكة السياسية في التعامل مع الأزمة الكورية حينا بشكرك جدا إحنا كان ممكن نفتح موضيع تانية ولكن مراعاة أنا عارفة أنها ستكون شغالة النهار طول اليوم الله يكون فهون حضراتكم مشكرك جدا هذه الفرصة من خلال برضو إتاحة أن تكوني معنا عن طريق سكايب مشكرك شكرا جزيلا الأستاذة هيبة القدسي مدير مكتب الشرق الأوسط في واشنطن شكرا جزيلا لحضرتك وعادة ما بنفهم حاجات كتيرة من حضرتك وبالتأكيد إن شاء الله يربي كلنا لقاءات أخرى لأنه واضح أنه الأيام القادمة أو بدءا من اليوم هيكون الموضوع الأمريكي والجدل والأمور اللي كلها تتوجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية لموضوع بعد موضوع تصريحات أو اعتراف مايك فالن بالزم بأنه بالفعل أخفى معلومات وبالفعل يعني كذبة في التحقيقات وده شيء طبعا ليس هين على الإطلاق والأمور الأخرى اللي انتوا شايفينها على الساحة سواء كانت موضوع قانون الدرائب اللي احنا هنشوفه هيوصل لإيه والأمور كداخلية وبرضو موضوع طبعا السفارة اعتراف أنه هالأمريكا ستعترف بالفعل بأن القدس عاصمة اسرائيل والأمر اللي هو واخد اهتمام عالمي موضوع طبعا كوريا الشمالية زي ما قالت السيد هيبة كده تخوف دولي كبير من قدرات كوريا الشمالية اللي يعني أفصحت عنها وأفرجت داخلها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا والولايات المتحدة الأمريكية برضو بالنسبة دورها بالنسبة لحل القضية لفليبيا وبتقول أنه يجب يكون في حل سياسي برضو الولايات المتحدة الأمريكية والأمور الخاصة بالخليج وما يحدث في السعودية كل دي جبهات طبعا كبيرة جدا ولكن الجبهات الداخلية من الواضح أنه يكون عليها يعني زي ما بقول تركيز الفترة خلال الأيام اللي جاية بالنسبة برضو الروسيا وتركيا روسيا تتهم الولايات المتحدة باستفزاز كوريا الشمالية يعني ده برضو من ضمن الجانب الخاص بموضوع كوريا الشمالية وموضوع القلق من كوريا الشمالية روسيا هنا واخد الأمر على أنه وزير الخارجية روسيا سيرجي لافروف هو بيتهم الولايات المتحدة بأن هي اللي بتسعى الاستفزاز كوريا الشمالية على نحو يدفعها إلى تكثيف برنامجها الساروخي النووي ورفض دعوة من المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي إلى قطع لقلقات مع كوريا الشمالية بعد إجراء اختبارها الأخير على ساروخ باليستي جديد روسيا بتقول أن العقوبات غير مجدية وبتدعو إلى التفاوض بدلا من ذلك وحذرت الولايات المتحدة من أنها سوف تدمر تماما حكومة كوريا الشمالية إذن دلعت الحرب وكوريا الشمالية زي ما أنتم عارفين اختبرت الساروخ اللي كان يوم الأربع الماضي إذن عندنا وبرضو موقف الصين يمكن وضحته لنا برضو لساة زهبة في أنه الصين مش عايزة تستجيب للولايات المتحدة بنيتقطع النفط عنهم ومستنية طبعا وفي النهاية الصين بتكون عايزة بالتأكيد طبعا ما هو في مصلحتها يعني ده بالنسبة للصين أنه أمريكا طلبت بشكل رسمي قطع إمدادات النفط عن كوريا أن الصين تقطع إمدادات النفط عن كوريا الشمالية وبالتالي يمكن زي ما أنتم شايفين التقرير كده قدام حضراتكم منه الأمر خطير الساروخ الأخير ده أو التجربة الساروخية الأخيرة دي أثبتت أن بالفعل كوريا مستمرة في تجاربها النووية وإنها كمان أعلنت كوريا قالت إحنا دلوقتي خلاص بقينا في إطار الدولة النووية وهنا يمثل خطورة شديدة ألمانيا طبعا موقف ألمانيا برضو كموقف دولي أعلن وزير الخارجية الألماني زيجمر جابريل أن بلاده سحب التالت دبلوماسي لها من كوريا الشمالية ردا على قيام بيونج يانج في إطلاق ساروخ باليستي جديد وبرضو ده كان الحقيقة في مبارح كان فيه لقاء ما بين ريكس تالرسون وجابريل وكان في الختام هذا اللقاء قال جابريل أن هو بيريد دعما يعني أنه عايز دعم لجهودهم لتبني موقف تجاه بيونج يانج وهو يحظى بهذا الدعم والوزير قال أن ألمانيا سبقت لها أنها سحبت اتنين من السفراء من موظفي سفريتها وتسحب واحد ثالث يعني بما معناه أنه برضو ريكس تالرسون أو الخارجية وسياسة أمريكا بتحاول أن هي تأخذ حلفاء لها في هذا الأمر وخصوصا طبعا ألمانيا وأوروبا بالكامل فأعتقد هتبقى على أساس أن كل ده جابها لأنه روسيا حليف لكوريا الشمالية عشان برضو بالنسبة للنقطة السياسية دي تكونوا حضراتكم عارفينها نيجي بقى بالنسبة لموضوع تركيا برضو أمريكا احنا قلنا الحلقة اللي فاتت أنه كانت تركيا بدأ فيه اتصال هاتفي الرئيس نفسه الرئيس الأمريكي اتصل بأردوغان وبيحاول أنه هو يرضي وده أتى بعد الاجتماع اللي كان بالنسبة لموضوع سوريا أنه اجتمعوا الثلاثة مع بعض كان أردوغان وروسيا وإيران يعني أردوغان وبوتن وروحاني كدول ثلاثة تركيا وروسيا وإيران اعتبرت أمريكا بيقال يعني أنه بادر الرئيس دونالد ترامب بالاتصال بالرئيس التركي على اعتبار أنه هو عايز يكون لأمريكا دور في الموضوع بالنسبة لسوريا على الجانب الآخر برضو كان فيه اتهام لرجل أعمال عفوا الرجل أعمال بيتهم أردوغان بالتورط في غسيل أموال إيرانية وخرق العقوبات الأمريكية ده رجل أعمال التركي الإيراني رضا دراب اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه وافق شخصيا على اتفاقات تسمح بخارق العقوبات اللي كانت مفروضة على إيران فهل برضو ده نوع من أنواع يعني دلوقتي يعني محاولة برضو المساس بالعلاقات اللي هي دلوقتي جديدة ما بين تركيا وإيران أو الأمور اللي زي كده يعني هنشوف طبعا الأمر ده برضو ولكن فيه تقارب دلوقتي أمريكي تركي تقارب أمريكي تركي نيجي بقى لعندنا برضو في بريطانيا رئيسة الوزراء تريزا مي أيما ببعض هتقوم بجولة النهاردة كانت في الزيارة أعتقد هزارة العراق الدول العربية وعندهم برضو في مشكلتهم مع الانفصال اللي هي البريكزيت الانفصال على الاتحاد الأوروبي فيه برضو بعض الأمور لكن فيه خبر كده يعني زريف أنه الأمير هاري أعلن أنه هيتزوج الممثلة الأمريكية ميجين ماركل أو ماركل وده كان فيه إعلان الرسمي لجوازهم فيه برضو يمكن زي ما بنقول أنه كان فيه كلام على الموضوع ده وأصبح هذا الأمر حقيقة تم إعلانها كان فيه إعلان زي بقول لكم رسمي وهو خرج هاري وميجين وأعلنوا الخطوبة وأنه هم هيتزوجوا الربيع المقبل وأنه هم هيعيشوا في قصر كانزيتون في لندن ويعني خلاص بقي قرار رسمي وهيكون فيه بيان بتفاصيل الزفاف كله وكان برضو فيه فيديو تاني عن الخاتم الأهداة هي هتبين الخاتم دلوقتي وكان برضو فيه تسجيل تاني عن أنه الخاتم ده هو اللي اختار تسميمه بنفسه وأنه فيه فصل من الفصوص تقريبا بتعجب ديتو حاجات كده يعني أول ديتو مش فاكرة الحقيقة قوي المهم أنه ده برضو حاجة كده من الأخبار وكله برضو بيقول يا ترى هيكون فيه جواز في كنيسة ولا إيه الأخبار يعني عموما هنشوف نيجي بقى لزيارة البابا فرانسيس الحقيقة هو كان بعد ما خرج من بعد ما خلص الزيارة لميانمار راح لبنجلدش وفي بنجلدش كان فيه استقبال حافل وفي نفس الوقت برضو كان هو في ميانمار كان حريص قوي إنه ما يذكرش كلمة الروهينجا وهو ما زارش المخيمات اللي قاعدين فيها اللي هم مسلمي الروهينجا ولكن كان فيه وفد جه والتقى به وذكر البابا فرانسيس كلمة الروهينجا لأول مرة في خلال هذه الزيارة وبيعتبر إنه هو كده بيقف جنب أزمة الروهينجا وبيدعو العالم كله لحل هذه الأزمة يعني ده كان برضو من النهاردة البابا فرانسيس كان التقى بلاجئي الروهينجا وأعلن إنه هو الحقيقة يعني أو دعا كل الدول لحل والحقوق الإنسان لحل قضية الروهينجا برضو في خلال وجوده في بنجلاديش زار النصف الشهيد الوطني ومتحف بنجبادا بنجبادا هو التسكيري وكان فيه حاجات كتير وزارع الشجرة وكان الحياة الزيارة برضو جميلة وعمل أداس فيه ساحة كبيرة برضو للكاثوليك اللي موجودين هناك في بنجلاديش ده بالنسبة للروهينجا عندنا النهاردة تغير في موضوع اليمن وده مهم جدا أنه الحقيقة أول حاجة أنه السواريخ اللي كانت أطلقت من اليمن باتجاه السعودية بعد الفحص تبين أن هي إيرانية الصنع يعني اتقال أنه كده السعودية كانت محقة في قصة أنه السواريخ دي إيرانية الجزء الثاني النهاردة في تطور برضو للأمر أنه حصلت اشتباكات ما بين الحوثيين وما بين علي عبدالله صالح والحوثي دي كانت برضو من الخلافات اللي زي ما بنقول كانت يعني دلوقتي يعني اشتباكات وحصل فيها قتلة من الطرفين والكل بينظروا دلوقتي الاتحاد أنتوا عارفين أنه كان فيه اتحاد ما بين الحوثيين وعلي عبدالله صالح الرئيس السابق لليمن ضد التحالف البكادة السعودية دلوقتي هو فيه خلافات وهم الاتنين يعني فيه أطراف كانت بتدافع أن دي حاجات داخلية وأنها هتتحل الله أعلم برضو حاجة مهمة جدا أنه في إطار الأمراء والمسؤولين السعوديين اللي محتجزين في فندق الريتز كارلتون كان أعلن أنه لو حصل تسوية هيتم الإفراج عنهم وبالفعل سمعنا عن أكتر من حد عمل تسوية كان فيه التسوية الأولى اللي تحدثوا عنها اللي هي كانت التسوية الخاصة بين عبدالعزيز ودلوقتي برضو فيه الوليد بن طلال وكان بيقول أنه هو كشف بين أنه هو يعني لغز جديد كان بيقول يريد يزيد القضية غموما ماذا حدث قبل القبض على الوليد بن طلال وبرضو نفى الملياردير كل التهم الموجهة ليه مطالبا بتعيين شركات تطقيق مالية عالمية لكي تتحقق من أصول الأموال ومصادرها ومن الواضح لكن فيه تسوية حصلت مع بعض الأمراء بيقول جنت منه السعودية مليارات من الدولارات ومستمرة في هذا الأمر ده يمكن من الحاجات برضو المهمة اللي أطلق صراحه بالفعل قاله أنباء يعني وبيقوله أنه هو أطلق صراحه الأمير متعب بن عبدالله يعني ده كان من هو اللي هو من الأسرة كانت طبعا بن عبدالعزيز اللي هو من الأسرة الملكة يعني وقال أنه برضو بديهم مليار دولار عشان التسوية وآخرين يعني فيه برضو آخرين في هذا الأمر فرنسا الحقيقة برضو عملت مفاجأة وقالت أن هي هتسلم السعودية قائمة بمنظمات إسلامية متطرفة وقالوا أن المنظمات دي بتمولها السعودية من هنا قال لك الله السعودية مش بتحارب الإرهاب كيف تحارب الإرهاب وهي تمول جماعات إرهابية فده اللي قاله الرئيس إيمانويل قال أن حكومته بتعد قائمة عشان تسلمها بالسعودية علشان خاطر تتوقف السعودية عن تمويل هذه الجهات على اعتبارها أن هي منظمات إسلامية متطرفة برضو السعودية بتتغير يا جماعة كان فيه حفل لياني الموسيقي المعروف المغني المعروف يعني وده أول مرة يكون فيه حفل لمغني مشهور في مدينة جدة في السعودية وطبعا أنه واضح أنه فيه أحداث غير مسبوقة بتحدث فعلا في السعودية برضو قطر فيها أمور ولكن يمكن عشان بس يعني أقول لحضراتكم أن احنا كانت بالنسبة ليه برضو كانت من الحاجات اللي لفتت النظر أنه بعد ما دونالد ترامب كان كتب التغريدات على موقعه كان نشر إعادة نشر فيديوهات على موقعه الفيديوهات دي إعاد نشرها من واحدة من اليمين المتطرف في بريطانيا فكان فيه ردود فعل من رئيسة الوزراء البريطانية انتقدت دونالد ترامب رد الرئيس الأمريكي بقى دونالد ترامب بغضب على رئيسة الوزراء البريطانية اللي انتقدته بسبب إعادة نشر مقاطع معادلة الإسلامين وبيقول لها ما تركزيش معايا ركزي على الارهاب الإسلامي المتشدد اللي بيهدم بريطانيا وقال لها إحنا كويسين بيقول لها خلي بالك الإرهاب الإسلامي المتشدد اللي عندك في بريطانيا اللي بيهدد بريطانيا وبالفعل على الفكرة كان فيدي التقارير كتير قوي انه تنامي المجموعات الإرهابية في بريطانيا بشكل كبير جدا كان في حد استهدف عمضة مدينة ألمانية وبيدعم استقبال اللاجئين ده برضو بيوضح انه كمان ألمانيا في نوع من أنواع يعني الاعتراض على سياسة برضو أنجيلا ميركل وبرضو داخليا سياسيا في ألمانيا في أمور كتيرة بالفعل حلقتنا مش بتكفي ان احنا نقول لكم كل حاجة لكن ان شاء الله هنكون معاكم أحداث أخرى لأن أحداث كتيرة جدا جدا نتمنى يا رب الخير والسلام في كل هذه الأيام بالنسبة لكل الدول الأوروبية وأن ربنا يبطل مشورة هؤلاء الأشرار داعش ومن على شكلتهم وإن شاء الله يا رب خير ونرقاكم على خير إن شاء الله لسبوع القادم والجديد والمزيد ومعورة الأحداث إلى اللقاء اشتركوا في القناة